أكدت عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة أمير العدلي أو أمير العدلي العدلي على أن فكرة إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم والتدريب تمثل أهمية كبيرة في الوقت الحالي جاء ذلك في لقاء مع تلفزيون المصري على هامشي إحدى الجلسات النقاشية في الحوار الوطني هذا المجلس مهم جدا هو خطوة إيجابية كنا ننتظرها جميعا إحنا بقلنا سنين طويلة بنسمع عن ضرورة تطوير التعليم تطوير المناهج هنعمل إيه إحنا محتاجين التعليم يتغير في مصر فده كان مهم جدا أن إحنا النهاردة يبقى عندنا طرح بهذا الحجم بيتكلم عن مجلس أعلى هيخط رؤى هيخط استراتيجيات هيتابع تنفيذ رؤى والاستراتيجيات دي لحد ما نوصل لشكل للخريج وللمنظومة التعليمية تحقق الأهداف اللي محتاجاها الدولة واللي محتاجها سوق العمل كمان طبعا إحنا كان عندنا مجموعة من الملحظات والتوصيات الهمة كان من أهمها طبعا استقلال المجلس نفسه إن المجلس يكون مستقل عشان يقدر يؤدي مهامه